ثلاثة أعوام مرت على تحرير مدينة الموصل والتي كان يتخذها تنظيم داعش الإرهابي عاصمة لخلافته المزعومة حيث تمكنت قوات الجيش العراقي من تحرير المدينة من قبضة التنظيم الإرهابي وإعلان النصر الكامل يوم العاشر من يوليو 2017 نصر ينظر إليه العراقيون كمرحلة مفصلية في تاريخ العراق الجديد إذ أدى الانهيار الأمني في عام 2014 أمام عناصر داعش الإرهابي إلى تدعيات كبيرة لعل أهمها سقوط خمس محافظات بعضها على أطراف العاصمة بغداد بينما نزح نحو ستة ملايين عراقي من منازلهم ومناطقهم لم ينسى سكان الموصل ذلك اليوم والذي غير من واقع مدينتهم إلى الأسوأ بعدما شهدت حربا استمرت ثلاثة أعوام دمرت فيها أجزاء كبيرة من المدينة ومعالمها وبناها التحتية وقتل فيها الآلاف وهرب الملايين وبحسب الأرقام الرسمية والتي أعلنتها لجنة الخدمات في البرلمان العراقي فقد تم تدمير قرابة 80% من المدينة وتشير أرقام وزارة التخطيط العراقية إلى أن الموصل تحتاج لنحو 100 مليار دولار لإعادة إعمارها بشكل كامل وبعد مرور ثلاثة أعوام على تحرير الموصل ما زالت ثاني أكبر المدن العراقية من حيث الكسافة السكانية بعد بغداد التي تعاني من مخلفات الدمار والخراب على الرغم من عودة الحياة جزئيا في بعض المناطق التي تم إعادة تأهيلها وعلى المستوى الميداني أطلقت القوات العراقية العديدة من العمليات العسكرية لملاحقة فلول داعش الإرهابي مثل إرادة النصر وأبطال العراق وغيرها وهي العمليات التي حققت إلى حد بعيد واقعا أمنيا أفضل في الموصل وغيرها تساؤلات عدة ما زال يطرح الشارع العراقي مع دخول العام الرابع من القضاء على داعش ولعل أهمها الأسباب التي أدت إلى هذا السقوط وكذلك تأخر محاسبة المسؤولين عنه أمام القضاء لكن يبقى السؤال الأهم كيف يتم إزالة أثار العدوان الإرهابي في ظل استمرار أزمات النازحين وفشل إعادة الإعمار نتيجة الفساد والأزمة المالية ترجمة نانسي قنقر